اشتركوا في القناة والشرف والسؤدد والسعادة في أن تغتني عما في يد الخلق وتسأل الخالق الغنى تسأل الغني أن يغني ولا يكون في طريق ذلك مخلوق خلقت عيوفاً لا أرى بالابن حرة علي يداً أغضي لها حين يغضم إذا سألت فاسأل الله إذا استعنت فاستعن بالله هذا العز بأن تكون مع الله وأن تبدل السبب وأن تصبر على نفسك تصبر على نفسك بعضنا اليوم يذكر مقاماً أمام مخلوق أذله ذاك المخلوق كل ما ذكره ضاقت عليه بما رحبت ألام نفسه ورحلت عنه سويعات السعادة والفرح فعود نفسك أن تكون عزيز نفسك حاجتك لا تشكى إلا لله ثم يسخر الله لك مما من خلقه أو من غير حساب يرزقك وما أجمل العزة معاشر الأحبة فهي باب من أبواب السعادة ترجمة نانسي قنقر